السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في الفيديو بتاع النهاردة هنحل الأسئلة الجديدة اللي تضافت في امتحان الباور بوينت فعاوزك تركز معايا كويس جدا جدا لأن الأسئلة دي أسئلة مهمة جدا ولازم إنك تاخد بالك كويس جدا وإنت بتحل الأسئلة اللي هنحلها دلوقتي أول سؤال معنا بيقول لي كن بحفظ المجلد باسم الامتحان أنا دلوقتي قدامي شريحة على برنامج الباور بوينت الشريحة اللي هي مفتوحة قدامي دي اللي هي رقم واحد المفروض إن أنا هعمل حفظ للمجلد أو الشريحة اللي هي قدامي طيب إزاي بقى إن أنا أعمل حفظ للمجلد ده باسم معين هو طلب مني أحفظها باسم كلمة الامتحان إزاي إن أنا أحفظها بالاسم ده بروح على قائمة فايل ومن قائمة فايل بختار save as علشان يفتح معايا المربع اللي انتوا شايفينه ده طيب هو قال لي هنا في السؤال عاوز إن هو يحفظ المجلد باسم كلمة الامتحان فأنا باجي هنا على فايل نيم وباحذف الكلمة اللي موجودة أو اسم المجلد اللي موجود وهبدأ إن أنا أكتب له الاسم اللي هو طلبه مني اللي هو الامتحان بالشكل ده وبعد كده هقول له save كده أنا حلت السؤال بتاعي بطريقة صحيحة طيب تاني سؤال بيقول لي كن بتصغير شريط العرض التقديمي إزاي إن أنا أصغر شريط العرض في فرق بين إن أنا أعمل minimize لشريط العرض اللي هو تصغير يعني وإن أنا أعمل تصغير للبرنامج نفسه يعني هنا أنا لو عملت كده كده أنا عملت تصغير لبرنامج الpowerpoint إن أنا نزلت الصفحة كاملة طيب هو طالب مني إن أنا أعمل تصغير لشريط العرض طيب شريط العرض فين؟ شريط العرض اللي هو قدامي ده اللي هو فيه الأدوات اللي أنا بستخدمها في البرنامج إزاي إن أنا أعمل تصغير؟ هروح على السهم اللي موجود هنا تمام؟ اللي هو جنب علامة الاستفهام وبضغط عليه مرة واحدة هلاقي إن هو عملي تصغير لشريط العرض التقديمي ده بالنسبة للسؤال الثاني طيب تالت سؤال معايا بيقول لي كن بحفظ الملف بصيغة pdf إزاي إن أنا أحفظ الملف الأدامي ده بصيغة pdf بروح على قائمة file ومن قائمة file بختار save as وبعد كده إحنا في السؤال الأول عملنا حفظ للمجلد باسم معين اللي هو file name اخترنا اسم الامتحان طيب هو دلوقتي عاوز الصيغة أو عاوز النوع لو طلب مني إن أنا أغير نوع الملف لأي صيغة أو لأي نوع بروح على طول على save as type اللي هي موجودة هنا ده في حالة لو أنا هعمله بصيغة معينة لكن لو أنا هغير اسم مجلد على طول بروح على كلمة file name فباجي على save as type وبضغط على السهم ده وهدور على pdf هلاقي كلمة pdf موجودة هنا قدامي بضغط عليها وبعد كده بقول له save يبقى أنا كده عملت له حفظ بصيغة pdf السؤال الرابع بيقول لي كن بتكبير العرض التقديمي بمقدار 100% هروح على view أو كلمة العرض لو البرنامج عندك باللغة العربية وبعد كده بروح على zoom هاجي هنا على المربع اللي هو موجود تحت بدوس على رقم 100 ولو طلب منك طبعا أي رقم تاني بتضغط على الرقم اللي طلبوا منك في السؤال وبعد كده بتدوس على ok طيب السؤال رقم خمسة بيقول لي غير لون الخلفية لأي لون من اختيارك خلي بالكو يا جماعة ان فيه فرق بين تغيير لون الخلفية وبين الديزاين الخاص بالشرائح كلها هنا لون الخلفية يعني عاوز يغير اللون الابيض اللي هو ورا الكلام وده من خلال ان انا بروح على كلمة design طبعا لو انا اخترت اي حاجة من اللي موجودين هنا فالسؤال بتاعي طبعا بيتحسب غلط لان انت كده ما غيرتش لون الخلفية انت عملت تصميم لكل الشرايح اللي هي موجودة بتروح على background style او تغيير لون الخلفية وبتختار اي لون من الالوان اللي هي موجودة قدامك بعد كده بعد ما بتدوس على اللون المعين بتدوس على ارسال للسؤال طيب السؤال رقم ستة بيقول لي غير لون الخط في الشريحة رقم خمسة الى اي لون من اخطيارك هرجع للشريحة رقم خمسة وبعد كده بعمل select على الجملة اللي هو عاوز يغير ليها اللون وباجي على قائمة font وبروح على color اللي هو تغيير الالوان وبختار اي لون زي ما انا عاوز بالشكل ده طيب بعد كده السؤال رقم سبعة بيقول لي غير تخطيط الشريحة في العرض التقديمي الى شريحة العنوان هروح على قائمة slide اللي هي موجودة هنا وبروح على layout هلاقي هنا اول اختيار معايا اللي هو title slide اللي هو شريحة العنوان بضغط عليها بالشكل ده كده انا غيرتها لشريحة العنوان السؤال رقم تمانية بيقول لي كن بادراك صورة كمبيوتر من سطح المكتب اعلى الزاوية اليمنى بحيث تظهر على كفة الشرايح يعني انا هعمل دلوقتي ادراك لصورة وعايز الصورة دي تكون في اعلى الزاوية اليمنى وتكون ظهرة في كل الشرايح اللي هي موجودة قدامي طيب اول حاجة كده بنراحة علشان تحل السؤال ده صح لان السؤال ده فيه كزا خطوة المفروض اللي انت بتعملها فعاوزك تركز كويس جدا في حل السؤال ده اول حاجة بتروح على view او العرض بعد كده بتروح على حاجة اسمها slide master وتضغط عليها هيتحول الشرايح بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بتروح على طول على اول شريحة وبتضغط عليها كده طيب بعد كده بتروح على insert علشان بقى تبدأ ان انت تضيف الصورة اللي هو طلبها منك هنا هو حدد لك مكان الصورة هي موجودة على سطح المكتب فبتضغط على picture من هنا هتيجي على desktop هتلاقي الصورة اللي هو طلبها منك في السؤال موجودة قدامك بتيجي تعلم على الصورة بالشكل ده وبعد كده بتدوس على insert كده الصورة نزلت معاك على كل الشرايح لكن هو في السؤال لو ركزت هتلاقي طالب منك في السؤال عايزها في اعلى الزاوية اليمنى وتكون موجودة في كل الشرايح طيب ازاي بقى ان انا اخليها في اعلى الزاوية اليمنى هتروح على align من هنا وبتيجي بتدوس على align right اللي هو في الجانب الايمن كده الصورة راحت معايا في الجانب الايمن طيب بعد كده هتروح تضغط تاني على align وبعد كده هتخليها align top كده اصبحت الصورة في الزاوية اليمنى في الاعلى في كل الشرايح اللي هي موجودة قدامي طيب هل كده من انا اسلم السؤال بتاعي هكون السؤال صح؟ لو سلمت السؤال على الشكل ده فالسؤال بتاعك هيتحسب غلط هنا لازم تروح على slide master علشان تحل السؤال بطريقة صحيحة وبعد كده بتضغط على close master view كده انت سلمت السؤال بتاعك بطريقة صحيحة 100% السؤال ده سؤال مهم جدا ولازم انك تحله بالراحة علشان هو بيطلب منك اكتر من خطوة لازم انك تحلها علشان السؤال بتاعك بيتحسب صح تمام؟ طيب بعد كده السؤال رقم 9 بيقول لي كن بيدخال النص اللي هو امتحانات ICDL في تزييل جميع شرائح العرض التقديمي يعني عاوز النص اللي هو ده اللي قدامي اسفل جميع الشرائح ازاي ان انا احل السؤال ده اول حاجة بتروح على insert وبعد كده بتروح على حاجة اسمها header and footer وبتضغط عليها تمام؟ طيب هنا طلب مني عاوز النص ده يكون في تزييل الصفحة بتضغط على footer اللي هي موجودة هنا وبعد كده هتبدأ ان انت تكتب النص اللي هو طلبه منك فهتكتب امتحانات ICDL طيب لو دوست على كلمة apply لوحدها فالسؤال بتاعك كده اصبح غلط لان هو طلب منك في السؤال ان النص ده يكون موجود في جميع شرائح العرض التقديمي فانا بروح اضغط على apply to all اللي هي موجودة فوق لو بصيت معايا تحت هتلاقي ان النص نزل معايا في جميع الشرائح لو طلعنا كده على شريحة رقم 8 هلاقي ان فعلا النص نزل معايا في كل الشرائح طيب السؤال بقى رقم 10 واخر سؤال معنا بيقولك كن بتطبيق تأثير مرحلة انتقالية من اختيارك وكن بتطبيقها على جميع الشرائح هنختار تأثير معين من اختيارك هو ما حدد لك اي نوع من التأثير فهتروح على trans action وبعد كده هتختار التأثير بقى اللي انت عاوزه يعني مثلا هتختار flash بالشكل ده او مثلا shape دي كلها تأثيرات تقدر ان انت تستخدمها زي ما انت عاوز طبعا ما هو ما حدد لكش اي نوع من التأثيرات فتقدر ان انت تاخد اي نوع من الانواع اللي هي موجودة قدامك انا مثلا هاخد النوع ده لازم تكون مركز كويس جدا لان هو قال لك كم بتطبيقها على جميع الشرائح فبتروح على كلمة apply to all وبتضغط عليها بالشكل ده كده هي طبقت معانا على كل الشرائح فلو دست على F5 بالشكل ده هتلاقي ان التأثير تطبق معايا على كل الشرائح بالشكل ده كده لعملت تأثير انتقالي على كل الشرائح ده بالنسبة للأسئلة الجديدة اللي اضافت في امتحان ICDL Teacher وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من امتحانات ICDL Teacher وانتظرونا في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة